باية اول ايوه لا وصلت المستشفى اهو من ساعة مجيد وهو لسه نايم بخير الحمد لله عمي عمي لي دلوك لا حول ولا قوة إلا بالله طيب طيب حاضر يا ابو حاضر احمد الحمد لله السلامة تعبت نفسك ليه قد عمي لا تعب ولا حاج يا عمي كل الحكاية اني بلفت عليك ابويا كيفو كيفو عمي ابوك الحمد لله بخير انا لازم امشي من اهنيه دلوك تمشي كيف بس يا عمي الدكاترة بيقول ان حب على يدك يا عمي حب على يدك طلعني طلعني لو على مسؤوليتك انا جالبي مولى عمير طيب روك بس روك يا جابر روك انا حاصل لغاية مكتب مدير المستشفى وهشرح له كل الظروف واذا وقفك هاجي وناخدك نطلع على المطار على طول بس يكني لك واماكن لو عوقت علي حنهملك حنهملك ونمشي لحالك طيب طيب روك بس روك يا رجل مواني بالقزن فضل يا عمي كانت معكم انجي شريف التلفزيون المصري القاهرة لا مش نافع كده كانت معكم انجي شريف التلفزيون المصري القاهرة حبيبتي لا يا مامي ده امتحنا المزعين قرب وكنت عايزة استعدله يعني انت شكلك هتتجنيني هتروح تتعالجة ابوكي في العيادة ايه يا مامي فأنا مش بهضر كانت معكم انجي شريف معكم فين يا ألف يلا يلا اجهز يلا يلا حبيبتي حاضر مامي يلا ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي كانت معكم مهلا فوزي السلموني اي خنقة حسنا ابتlig容 من اخولي ايه يا حبيبوا انت بتلسم ولا ايه ايه يا مامي انا مش عايزة عطلك انا بس كنت عايزة تطمن عليك وقولك لو انت فاضي انزيل وعد معي شوي عشان انا زهيت من قعدة الوحد حاضر امامي حليم بالألوان بتاعتي وخينتها ماشي حليم خينتها زارة وحشتيني يا حبت وانت كمان يا مومي حشتيني قوي والله انت ميز لابد وحشتك صحيح وانت سألت علي قولي يا طارق وليد اخباره ايه الوده بحشني قوي ومن سمعك يا عمي ده انا وانوه بنعد الايام لحد ما يخلص دراسته ويرجع شوف يا طارق ابني الاسبوع اللي فات كان فيه موضوع شابيني قوي وعاوز اخد فيه قرار وخدت فيه قرار فعلا وعايز ابلغ القرار ده خير يا عمي خير ان شاء الله انت عارف يا طارق اللي انا تقبت قوي في حياتي واشتغلت سنين طويلة وعايز ارتاح يا عمي وربنا اديك الصحة يا ابني انا قررت اخرار فكرت فيه كتير قوي هسيبلك المصنع والشركة تدرهم بنفسك وانا وانا وربنا هنروح البلد نعيش في البيت اللي هناك في هدوء ايوه يا عمي بس مفيش بس انت قدها وقدود ولما وليد يرجع ان شاء الله هيساعدك عمي حضرتك فكرت كويس طبعا فكرت كويس يا ابني خدت خرار مش ممكن اتنازل عنه انا مش عارف يا عمي اقولك ايه واشكرك ازاي على ثقتك فيه المراسختش فيك اسخ في مين يا ابني طب يلا بقى لما نشيط باباك الطارق قاعدين بيقوله ايه فكرة برضو ايه يا سيفابي بتتكلمه في ايه هو فيه اخبار بتستخبع النهر معقول يا حياتي اخبعليك حاجة طارق حيقولك كلنا بنقول ايه طارق هتقولك كلنا حاجة طبعا انا خربت صباح الخير صباح النور يا ترى بقى دي صدفة ولا زي كل مرة لا هي بصراحة مصدفة معلش ممكن ثانية واحدة اه تفضل علو ازايك يا انجي وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي لا انا في اللقصر لا انا هقوض الاسبوع كله معايا فوق زياحي يا حبيبتي وانتي كمان وحشتيني جدا خلي بالك من نفسك وانا اول مرجح هشوفك اوكي يا حبيبتي يلا باي باي عن اذنك اه نيسا مايس نعم يدايقك لو خدت رقم تليفونك لا مايدايقنيش خالص كمال رقم بتبكى لايه يا بنتي ما انا انا قدامك زينا اوه سلامتك يا بود سلامتك يا بود ما تغيبش انا اموت كتير تزعى لهاش يا بنتي بنادر بنادر نعم نعمين يا حاج فاكرة يا بنادر لما روحنا الحجاز أنا وانت فاكرة يا حاج فاكرة كنت فرحان جوي جوي نفس الفرحة حاسبها دي الوقت بص المرة دي حسافر لوحدة لا دي شر عنك يا حاج شر ايه وليه يا خرفالكتي ودا شر دا خير دا خير خلي ملك من نفسك ومن العيال انا انا حسافر وان شاء الله تدعيلي بالرحمة والغفرار عبدالجليل ايوا يا بايا ايوا يا اخوي ما تزعلش مني عبدالجليل انا قصرت معاك انا مش عايز الكلام دا يا اخوي قلوش عايز امت لازم ان ترتاح ما انا بقول الكلام دي عشان استريح وطاول بالك على جابر دا غالبات اتعرف اخوي ان ان جابر ولدي كيف اعمل كان نفسه شوفه قبله ما تكملش يا ابوهاب ما تكملش يا اخوي انتهت شوفه وتكلمه وتجو من فرشتك تدربه كمان طيب سبوني الوحدي عايز استريح نفسه نام يالله الجماعة رجل عايز النام يالله 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 جمه يالله يالله جمه يالله موسيقى تعرفي كنت خايف أحسن مجيش على فكرة أنا فكرت كتير جداً بس الصدفة لها بتحظها معايا واحدة صاحبتي اعتذرت عن الفوج بتاعها وقلت أطلع أنا بقى مكانها علشان صاحبتك اعتذرته بس كابتن سيف إحنا ما نعرفش بعض غير من فترة قصيارة قبل يعني وما خرجنش مع بعض غير كام مر وإحنا عشان نعرف بعض لازم نتجابل كتير ونتكلم مع بعض كتير ليه بقى؟ هو ده السؤال اللي أنا عايزة إجابته منك ومع ذلك جيتي زي ما قلتلك الصدفة هي للعبة تحظها معايا يعني لو كانت صاحبتك ما اعتذرتش ما كنتيش هتاجد لأ كنت حاكي طب وده مش إجابة على السؤال بتاعك لا ده ده بقى حيزود على الأسئلة بتاعتي سؤالتين بس للأسف إجابة السؤال ده مش عندي لأني بصراحة أول مرة تحط في الموجب ده معقولة؟ ومستغربة ليه؟ أنا طول عمري حياتي كانت لشغلي وعيلتي وبس لغاية ما لغاية إيه؟ لغاية ما جيتي وتشجلة بحالي ما بجيتش عارف اللي بيحصولي ده بيحصولي لوحدي ولا ولا بجلك متريحيني وتجوليلي جولي أيها مي الحمد لله على السلامة حكيلي بقى عملت ميه؟ يا شيخة ويه كمان النهاردة طب استاني كده هقول لبابي بابي مايس عزماني النهاردة على عشان ممكن أروح؟ اسألي مامي ميرسي يا بابي مامي آه يا حدي الميسة لسه دجلها النهاردة من اللقصر وعزماني عندها على العشان ممكن أروح؟ طب اسألي بابي يا حبيب ميرسي يا مامي أيوة ميسة خلاص وافقه أوكيه؟ إيه؟ روحتي فين؟ خايفة أمي على إنجي أشتر ليه يا عاببتي؟ إنجي عقلة ومتزنة وبتاخد رأيانها في كل مشاكلها أنا خصوصا برتاح للعلاقة اللي ما بينكم بحس أن أنتوا أصدقاء مش أم وبنتها أنا هارفت بس الدنيا تغيرت والناس تغيروا قوي رتم الحياة بقى سريع خايفة تقع في التجربة تبقى تجربة فشلة تسبب لها ألهمة وذكرها مش لطيفة أنت بس اللي قال أنا زيادة عن الرزوم إنجي مدام عندها وأمي زيك أنا متطمن عليها يا سيدي أنا واثقة في تربية بنتي أنا خايفة بس من ناس اللي حواليها قوي ما تخليش قلقك يغلبك سيبي البنت تعيش حياتها وإحنا كمان نعيش حياتنا ولا أنت شايفاني كبيرتي وشعري بيض خدامك شريف حمدي دكتور أمراض نفسية وهوزك أنا أحبك موت وأنا بموت فيك اتفضل حضرت الجوان ما يديها خبر لا يا عطي أنا هستنى هنا بس نديها بسرعة حاضر يا فندي قليل انجي هزيكي انجي الحمد لله زك انت هيسا انتي عاملة ايه الحمد لله تمام الحمد لله الحمد لله أمال مايسة فين مايسة نازلة انتي عاملة ايه تمام أقبال لوحاتك ايه كويسة الحمد لله كويسة هو انت كويسة انجي واحشتيني حشديني موت وانتي كمان بعد إذنك يا هايسن بوسي تعالي كده نقود هناك نتكلم شوية أول ما يجحيز العشب تعالي عن إذنك يا هايسن تعالي تعالي أنا عايزكي تحكي لي بقى كل حاجة بالتفسي خشي بس ده أنا ححكي لي بقى كل حاجة بالتفسي عودي 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 شكلك كده في حاجة مهم عايزة تقولي هايسن قابلته هو مين ده اللي قابلته الزابط صيف عبدالجليل يا سلام ده الموضوع ده شكل كبير قوي احكي لي كل حاجة مين بقى قابلتي مين؟ الزابط صيف عبدالجليل ايوه احكي قابلتي فين؟ قابلته هناك قابلته هناك يا برد يا عين جيسيكي لغاية لينا مجيز تانيني على طن سوري يا طن والله يا أصلي مايسا كانت وحشاني قوي قوليلي مامي أخبارها ايه؟ الحمد لله يا طن انت بتسلم عليكي الله يسلمك ويسلمها يا حبابتي ايه يا مايسا ما تجيبي انجو تدخلوا جوه لا ما سيجي انت يوم وتعوذي معنا تعالي حبابتي تعالي لا يا حبابتي انا راح أبعدلكو حاجة تشربوها لغاية ما العاشة يجهز عن اذنكو تفضلي يا ماما تفضلي باي باي ماما احكيلي بقى كل حاجة قابلتي فين؟ قابلته وانا في الرحلة احكيلي وأهمت اهدا منه علي سجومه يا اعبد على سجومه اسهد بالله يا راجل وحد الله يا أمار أجل عشان أمك واختك يا جابش لنتكبيرهم دلوك مو يراح مو يراح كان نمسي شوني ماني كمان كان نمسي شوفه قبل ما يموت كان نمسي سمحني يا حمد اللي سامح ربنا اللي سامح ربنا جابش اهدى اهدى وامسك أعصابك عشان تقدر تطلع تشوفه وتودعه باي مو يراح مو يراح انا اخوته الا بالله لا اخوته الا بالله انا هديت يا عمد انا هديت عايز اشوفه يا حمد طب جوه بيوا ادعبش جوه ابوه بسم الله الرحيم فيه ادهب ملك يا اخوت ابوه بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا ادهب ابوي ياسيف عجبلك تشرب لا نفس الكابوس ايوه لحونا ونجوتي الا بالله لازم ان نروحه الدكتور فيش دكتور يداو الجرح للجوه يا ياسيف لازم ان اكتل لقيت الابوي ياسيف لازم ان اشوفه مكتيول ياسيف وراسبوك طارو هاخدو وبايد دول بس انت رايح نفسك يا خوي رايح نفسك انفرد ظهرك ونام لا حول ولا جوته الا بالله لا حول ولا جوته الا بالله جادر جادر بحول الله يا ربي ابو محروس واحد الله يا اخوي سبيني فرحة هامليني الحالي؟ هاملك كيف؟ وانت بقالك شهريا على الحال ارسلك حجرين ارسلك حجرين تعدل بيهم دماغك؟ لا يا فرحة حض الله بيني وبين الجوزة خلاص بقاش في حاجة ليع طعمهم في خشمي طب يا اخوي كو مريح لك شوي النهار قرر بيطلع علينا وكيف ارتاح ابو يهمرني وسبني الحالي لكن كل حاجة بالنسبالي هو سندي وضهري وكان شايل هموم كثيرة وهموم تجيلة جوي عمر الله يا اخوي مفيش بيقدني حاجة ميغلعش علي خلقك خليك مؤمن بالله ومعني ونعم بالله طب جوم جوم رايحلك ساعتين قبل والنهار يطلع يطلع قدامي انا نحص عليك فرحة اللي تشوفوا يا اخوي تشوفوا يا حخي م 네가 يه 스트�د Angela يomo لك يا فاطم محفوظ قوم يا راجل يا مستري يا محفوظ قبايا قوم يا محفوظ ايه اللي منعي مكك ده مصلي جيت متأخر جيت الجاف للباب نمت هنا انا ما جفلت لش حاجة انت بس اللي معرفتش تفتح لحصو العهد ياخ احترم نفسك احترم سنك وشبتك بدل محد من عيالك يشوفك وانت نايم في الطالك ده كيفايا بتاجي كل يوم وش الفجر وانت بتطوع تكتم يا وليا قوم اعملي لي قبات شاية كلها ولو جمع دل بها دماغي وريس ماشي هنعمل لك كل حاجة بس خشي جوه الاول قبل النسمة وعالك مالا ما يمنش حد من ناس ولا حد واصل يفرج معايا ومن ميتك انا يهمك عليه العاوض ومنه العاوض الحمد لله اني محدش من عيالي غا صبعك المهبب دي يا وليا قوم اعمل اللي انا عايزه احسن والله العظيم تلاتة لو ما قمت دل وكيتي لكمل نوم تاني هم شكرا جمع جمع المترجم للقناة 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 تاني المترجم للقناة 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 انا اتكلم معبر بالطريقة اللي تعجبني ووعى تنسى ان اللي احنا وصلنا له ده انا لها دور فيه كبير قوي ومش هدل اي حد فرصة نضيعه فاهم يا حلمي مش بقولي انك تغيرتي اسمع يا صارة انت بك ده مش بتخسري بنتك وبس انت بتخسري جوزك كمان فوجي يا صارة قبل ما تخسري نفسك عن اذلك انا لها حبيبتي انت فيك حاجة انت كويسة كويسة الحمدلله في ايش يا بنتك اتصلت بيه وقالت تعالى بسرعة في حاجة بنتك يا سيدي عمنا لك مفاجرة وما حبيتش انها تقول لك عليها في التليفون وايه هي المفاجرة اللي كانت هتجيب لي بيها سكت قلبية دي باطر حبيبي الحمدلله على السلامة ايه مفاجئاتك بقى اللي كنت هتموتيني بسببها دي نجحت في امتحان المزعين ومن بكرة هبقى انجي الشريل في المزيع التلفزيونية المعروفة يا سيدي عمي خلف امروك يا عميبتي ربنا يا سهل كده واشوفك احسن الناس شوف بقى يا سيبابي انا عايزة اعمل حت البرنامج اكسر به الدنيا كلها الدنيا كلها مرة واحدة ايوا طبعا امال ايه يلا بقى افكروا معايا فكرة برنامج جديدة نانية يا عميبتي بس بابي راجع من الشغل تعباني وكمان عايز حد يحضر له الاكل بعدين انا ما بعرفش افكر وانا جعاني ماشي يا دكتور واحتفالا بقى بالمناسبة الحلوة دي انا هحضر لكم العشاء بنفسي انت هتتحكي علينا ولا ايه انت هتتعزمين على العشاء برا ايوا يا بابي بس انا لسه معباطش يا سيدي انا هسلفك الفلوس دلوقتي ولما تقباضي بقى ديعاني اذا كان كده بقى انا ما عنديش مانا وبعدين عايز اكل اكلة حلوة بقى اني فترة مكلتش اكلات حلوة اخ سهلي يا شريف كده برضه خلاص اكل ما بقىش عاجبك ينهرب يد ينهرب يد دنعي اتقطع لساني لو قلت كده يا حبيبتي دانتي الاصلي دانتي ست الكل نحنا هنا يعني ايه احنا هنا هتخوفيني يعني ما اتطالي شعوتك دي بقى ماشي ماشي يا بابي هطلع من انا الورادي بقولك ايه يا حبيبتي ما تنسيش بكرة تبتفرحي جدتك بالخبر الحلو ده جدتي؟ طبعا حاضر بعدك صحيح يا بطرة عند انتحان بكرة يا جدي في مادة التشريح وكمان بولت اشوفها قبل ما نوم عشان تدعيني رب نوياكي مش عايزة ايه مساعدة في مادة التشريح دي اسلام لي يا جدي انا الحقيقة كنت بحل المشكل مشكل مراس بين ام و ابنها وايه اللي حصل للناس ايه الجحوت دي؟ الولاد عايز يلم امه في الشارع الام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليها وده انا كنت بطلع اللجمة من خشمي وديها لامي مهمة ربنا وفقني وحضرت المشكل وروحت الجامعة صليت الفاجل وجهت انت متتعبش من مشاكل الناس واصل يا جدي؟ مهمة اتعب لما اجاد صرت امي فتكرت وانا ولد صغير كنت راجع من المدرسة كانت الدنيا شتاء المطر مغرج الدنيا لجيت واحد ما قدر بيشتغره في أرضنا عيال سندته لحد المستوصف كتابوله على حجنه روحت عشان أشتريها له لجيت الحجنة بجرشين وأنا كان معايا جرش واحد تصوري لما حياة إنسان تتعلق على جرش صاخ تمنيته يكون معايا شريت زي المشنونة ندور على حدي الدين الجرش الثاني ما لجيتش روحت الضار لجيت أبوي داني الفلوس روحت اشتريت الحجنة وخدها الراجل وعاش من وجدها يا بتي وأنا بحس أني أسعد إنسان في الدنيا لما حل مشاكل الناس وجف شامبون كنت إنسان عظيم يا جدي تعرف أنا كمان نفسي أتخرج وأبقى دكتور علشان أساعد الناس كلهم سوى تاخد منهم فلوس كثير لا يا جدي أنا هعالش كل واحد على جد ما قدرته واللي معهش فلوس العلاج أنا هجبهله بنفسي خلاص يبال كشف عليتي والأدوية علي موافجة طبعا موافجة من بكرة الصبح إن شاء الله أكلم عمك يا إسمط وأهل الخير في ناجعنا والنجوع في جنبينا نعمل مستوصف تبيت الدكتورة بتاع المستوصف بدل ما تتعين في جنة نوفر عليك المشوار على الأجل صح يا جدي صح وأنا يا دكتورة قلت كلمة وارجعت فيها أنت أعظم جدي في الدنيا أنا بحبك جوي وأنا بأعزك جوي جوي أعرف ريال بشوف اهتمامك بالناس الغلابة وعطفك عليهم بفتكر نفسي واه يعني أنا زي الحاج عبدالجليل اللي الناس كلها بتحبه وبتعمله ألف حساب عشانك ده عايز أشوفك يا دكتورة أسعد إنسانة في الدنيا ربنا يدي لك طول طول عمر يا جدي أقول لك على سر ما قدش بيش سير يا لحد قول يا جدي أنت معزتك عندي أكتر من كل أحفادي بجد قط صوتك ما قول لك سر يلا يا دكتور اطلع عند مينك ساعتين النهار جراب يطلع تصبح على خير يا أحلى وأجمل جد في الدنيا يا ودي منها أصبح على خير يا مبتي يا كريم يا رب ترجمة نانسي قنقر